سياسة طيبة لجميع مشاهدين الكرام مهلا بكم إلى هذا اللقاء مصلحة الأرصاد الجوية أصدارت نشرية تحذيرية من درجة ثانية عن تواصل لتساقط أمطار راديا معتبرة مرفوقة ببارد على الولايات التالية تيزي وزو بيجايا جيجل سكيكدا عن نابا الطرف سطيف شمال بويرا شمال بورج بوري ريج ميلا قسنطينة جالمة وسوق هراس حيث كمية الأمطار تصل أو تفوق محلية 40 مم والنشرية صالحة من أمسية اليوم إلى غاية صباحة الغد إن شاء الله يوم الغد بحول لا تحسن على الجهة الغربية إن شاء الله خلال أواخر النهار أمطار أو بقية الاضطراب الجوية على المناطق الوسطى وخاصة الشرقية خلال الصباحة ثلوج ستتساقط على القمم الجبلية الوسطى والشرقية التي يزيد علوها 900 متر رياح قوية على المناطق الوسطى والشرقية تصل 50 كم في ساعة وتبقى السماء صافية مستقرة على المناطق الجنبية خلال الليل درجة الحرارة في انقفاض وخاصة على المرتفعات والهذاب ثم درجة بالعاصمة تقريبا نستمي قيس على بشار وتيندوف حتى شن درجة على أقصى الجنوب خلال الظاهرة دائما تقص بارد على المرتفعات والهذاب العليا الشرقية ما قيس ما بين 6 درجات إلى غاية 8 درجات ترتفع على أقصى الجنوب إلى غاية 28 درجة البحر خلال يوم الغد تموج على الجهة الغربية بحر مضطرب على المناطق الوسطى قليل اضطراب أواخر النهار على الجهة الشرقية دائما ريح قوية على المناطق الوسطى والشرقية هنا داخل الوطن وخارج الوطن إلى أمريكا الشمالية تقص بارد على شيكاغو مع 15 درجات تحت الصفر أجواء ثلجية على موريال وحتى على نيويورك أجواء مشمسة على ميكسيكو أما عن وقت غروب الشمس على مستوى العاصمة اليوم الغد بحول الله سيكون في حدود 6 و 8 دقائق ودائما لأكثر تفاصيل عنوين مصفحة الأرصاد الجوية في الخدمة ومسي طيبة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر